يا مسائل ورد يا مسائل ياسمين على احلى متابعين في الدنيا متابعين يوميات دودو ازايكم يا حبيبي عمدين ايه يا ربكم بخير وصحة وسعادة النهاردة بقى هنعمل مع بعض الكنافة البرمة بطريقة سهلة جدا ووسيطة ومعطيش تاني تشتريها بالغالي هنعملها بطريقة سهلة جدا وموفرة جدا ومشاء الله ركوة الا بالله كل الكمال اللي انت شايفها دي من نص كيلو كنافة بس تعالوا نسمي باسم الله ونصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن النهاردة هتبقى استاذة فيها حطي لايك واشترك معايا في القناة وتعالوا على طول نسمي باسم الله ونصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبتدي مع بعض الفيديو اول حاجة هنبتدي بالسيرب معايا كوباتين من السكر على كوباية من المياه اهو اول حاجة كده تدخل المطبخ تسمي باسم الله سوف نقوم بعمل الصيرب او الشرباط و معلقتين من عسل الكولوكوز من شغالي خالص عسل الكولوكوز بخمستاشر جنيه هيكفي معاك عايزة اقول لك طول شهر رمضان هتعملي منه هناخد منه معلقتين اهو مايسكرش معاك العسل ولا اي حاجة و معايا كمان نص لامونة اهو انزل كل العسل الكولوكوز اللي معايا كده في المعلقة و نص لامونة كده فريش و على النار هرفح على النار مش هقلب ولا اي حاجة وهسيبها بقى مع نفسها تعالوا بقى انا معايا هنا نص كيلو من الكنافة اه كان في الفليزر لازم يكون معاك في الفليزر عشان تفتتيه و يبقى معاك بصوا واحدة من واحدة هنشوف دلوقتي ازاي و تقدري كمان تضربهم في الكبه هيبقى حلو قوي انا ضربت في الاخر بصراحة في الكبه بعد ما فاتفته جامد كده اهو او فككته من بعضه بيبقى سهل معاك بصوا بيكسر بسرعة جدا لما بيكون من الفليزر بس طبعا انا عملت حبة حاجات كده كنت مطلعهم على الرخامة حشان كده بقى منادي معاك كده زي ما انتم شايفين هبتدي هفكك هفكك الكنافة خالص من بعضها وبعد كده ضربتها في الكبه اهو قدتها فرمتين و هنشوف دلوقتي هيبقى شكلها عامل ازاي اهو فتيتي كده ما تنسيش بقى اللايك و اكتبوا لي في الكومنتات جربيها ان شاء الله هتنال اعجابك هنا بقى كنت ضربتهم كده في الكبه بصوا ما شاء الله واحدة من واحدة هو ده اللي انا عايزيه عايزيه تبقى نعمة خالص كده معايا هنا اه معلقتين من السكر البودر ضربت معلقتين على طول كده و انا وقفة في الكبه و هضيفهم بقى على الكنافة و هقلبهم كويس جدا و هجيب الوق بتاعي اه او حلة و هبتدي اضيف في كده الكنافة و عندي نص كوباية من الزبدة او السمنة وعليه و كان عندي السيرب بتاعي او الشربات بقى بالكوام ده تقيل اهو مش خفيف عايزة تقيل و هاخد الكنافة بقى عندي كده على نار الاول بتبقى عالية وبعد كده بتوطي بقى النار بتاخد معاك وقت شوية بس واحدة واحدة و ما بتغيباش عليها و ما بتعليش النار و ايدك على طول فيها اهو واحدة واحدة في الاول بتتعبك شوية لما بتاخد لون بتبتدي بقى بتبقى سهلة و بتتقلب معاك بكل سهولة يبقى عملنا الاول ايه عملنا الاول السيرب وبعد كده عملنا الكنافة وبعد كده بنحمرها اهو بتبتدي شوية بشوية بتاخد معاك لون لغاية اللون اللي انت عايزاه اعايزها بقى فتحة غمقه دي في ايدك انتي عندي هنا اه فوزدق ولوز و كمان بندق و فل سوداني اللي في امكانياتك اشتغل بيه و عندي السيرب هنا دفيته شوية لانه كان برد معايا و ما كنتش دفطي له الفانيليا اول ما تشيليه منع النار دفيله الفانيليا هاخد بقى معلقتين تلاتة كده من السيرب ده و هضيفه بقى على الفيل السوداني و كمان على الفوزدق و البندق و اللوز اللي عندي ده مكسرهم كلهم كده في بعض انا عملا حشوتين مختلفتين عشان الحشوة اللي تبقى موجودة عندك ضفيها ممكن كمان تضفي عين جمل المكسرات اللي موجودة عندك ضفيها هاخد بقى كل السيرب ده واحدة واحدة كده مش هتلقوا مرة واحدة و بالمعلقة و اقلب اقترضES اقلقوا خفيفة انتوا شايفين اه اه مختلف جدا جدا خفيفة جدا ما شاء الله عليها بالدوب بجد في البق دوب امشي كده على الخطوات ان شاء الله هتنال اعجابك جبتي ورقة فويل بقى ورقة زبدة عندك اكشح حتى كيز بلاستك بلاستيك يكون نظيف وتفريده سي ما انتم شايفين كده وتاخدي نص كمية الكنافة وهبتدي بقى كده هبطت عندي الكنافة او هفرد الكنافة كلها بسوى واحد سوى واحد كله كده زبطي كده كل الكنافة كده اهو بالشكل اللي انتو شايفينه ده ساوي باديك من كل الجناب كده واضغط عليها جامد تبقى معاك يعني قولي ايه نص صامتي اهو زبطي عندك كل الكنافة كده بايدك وبعد كده هنجيب بقى الحشوة طبعا انا بضغط جامد جدا مايهمكيش هجيب اول حاجة اللي هي بالفولو السوداني اهو عايز اقول لك موفرة جدا سهلة جدا ما بتاخدش معاكي سمنة كتيرة ولا ولا اي حاجة يعني مش غلبة والله العظيم ولا اي حاجة الشغلانة كلها في تحمير الكنافة وخلاص بتبقى بقى جميلة جدا هقلع بقى كده الجوانتي اللي في ايدي وهبتدي هلف عندي كده الكنافة اهو هبروم هي جاية من كلمة بورما اللي هي هبروم كده الكنافة واضغط جامد جدا اضغطي جامد جدا مايهمكيش احنا عايزينها متماسكة وانت بتلفي لازم تضغطي جامد جدا اهو وتحاولي بقى ايه تضبطي بايدك كده وتضغطي وتلفي اهو اضغطي باقي جامد جامد جدا اضغطي باقي جامد جدا كده اضغطي جامد جدا كده وساوي بايدك اهو ماشاء الله ممكن الكمية دي تخليها تكفي عندك تلات 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 رول من اللي انتو شايفينه اهو اتنين واحد بس حسب ما انت عايزة حجم الكنافة بتاعتك انا شايفة اللي انا عمليها متناسبة جدا ما شاالله لفيل اتنين رول اهو بضغط جامد جدا وبعد كده بقفلها برضو وانا بضغط جامد جدا اهي لازم تبقى متساوية معاك من الجناب ومن هنا ومن هنا ومن كل مكان بالشكل اللي انتو شايفينه ده بضغط جامد جدا وبركز على كلمة جامد جدا عشان تبقى متماسكة لما تيجي تقطعيها ما تتفرولش منك او ما تفكش منك اهو هبتدي بقى هضغط تاني وهقفل بقى خلاص كده الكنافة ضغطها كويس جدا هبتدي هلفها بقى عشان ندخلها مع بعض التلاجة بس نعمل طبعا الرول التاني اهو بصوا جاملة جدا هسيبها بقى وهبتدي هعمل اللي بالفصدق بنفس الطريقة ورقة فويل ما عندي كيش ورق فويل يبقى ورق الزبدة وستريتش رول اللي هو اللي احنا بنغلف به ايه الاكل اللي عندك حتى لو مش عندك كيس بلاستيك وعمل الموضوع ده هيبقى زي الفول برضو جبت بقية الكنافة كده ونفس النظام هبتدي ان انا زبط بقى معايا كده الكنافة كلها بسوى واحد واضغط جامج جدا عشان عايزاها حتة واحدة لما اجا قطعها ما تتفرولش مني وتبقى متماسكة زي ما شفته معايا في اول الفيديو هجيب بقى هنا كده المكسرات بتاعتي اللي هي الفصدق والبندق واللوز والكلام ده كله طبعا حطته في كيس وكسرته كده بايد الهون اهو هبتدي بقى جيب كان عندي معلقة كده من السيرب هضفها كده على وش قلت هتقعد هتعمل ايه في الحلة فهضفتها كده في المكسرات عشان لما اجا قطع تبقى متماسكة المكسرات ما تقعش مني وبنفس الطريقة برضو هضغط وكل هلف وبعد ما بلف ببتدي اضغط عشان تبقى متماسكة وتبقى حلوة جدا وانا بقى الطاحة اهو حطتها على ورقة فويل تاني لان التانية بقى اتقطعت اهو برضو بنفس النظام بلف واضغط من الجناب اهو وهقفلها وهدخلها بقى التلاجة تقعد معاك لست ساعات تلات ساعات انتي مستعجلة عليها حطيها في الفليزر لمدة ساعتين ساعة وابتدي قطعيها ان شاء الله تبقى زي الفل انا كنت بعملها قبل المغرب والله قدمتها بعد المغرب حطتها بس في الفليزر ما دخلتهاش التلاجة دخلتها الفليزر عشان بعد المغرب كنت عايزاها على دول قعدت معايا بتاع ساعة ساعة ونص مش اكتر من كده وطلعت ماشاء الله متمسكة وحلوة اوي بس انتي لو عندك عزومة ممكن تعمليها من بالليل حلوة اوي ودخليها بقى تلتاني يوم يعني تعمليها من بالليل وبعد المغرب تبتدي بقى تقطعيها وتقدميها بألفة هنوشفة لديوفك ايه ماشاء الله متمسكة وحلوة اوي اوي زي ما انتوا شايفين اهي دي اللي بالفزدق ايه قطعتها وببقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هبتدي بقى شوف بقى اللي بالسوداني برضو نفس النظام متمسكة وجميلة جدا فيه ناس بتخاف من الكنافة البرمع عايزا اقولك غالية جدا 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 برا واستحالة تبقى طبعا بنفس النظافة ونفس الجودة اللي انت هتعمليها بايدك وحاجة كده وهم يعني لو قدمتها لديوفك بجد هيقولوا ان انت شارياها من يعني من اشهر المحلات بقى واتوال ومش عارفة ايه والكلام ده كله والله العظيم اطعمه واجمل عاملينها بزبدة بلدي اعمليها بللي انت حباه وهتطلع من ايدك زي العسل زي ما انتوا شايفين يا رب يا حبيبي الفيديو نلقى عجبكو اكتبيلوا في الكومنتات ولو في حاجة ما وضحتهاش وضحوها اهوضحها لكم يعني اكتبيوا لي وانا وضحها لكم